اللفت بطريقة المحلات اللي تقعد معاك بالشهور وما يتيريش منك وما يبقاش طريق ونفس الوقت هيبقى بطعم وشكل وريحة زمان الست المصرية وبرحة بيوت أهلنا نفس راحة بيوت أهلنا هتشوفيه وهتشميه بس الطعم بيقرش معاك زي المحلات بالزبط وكمان هتاكلي الملح الخفيف اللي تربينا عليه في بيوت أهلنا سر المحلات هتلاقيه في الفيديو ده صار أنت ليه بتعملي كميات كبيرة أنا بحب أدي للناس اللي بحبها من الحاجات اللي بحبها يعني أنا لو عندي صحابي وعندي أهلي وريبين مني أي حاجة أنا بحبها وعارفة أن حد منهم بيحبها لازم يبقى ليهم نصيب فيها أنا كده من زماني يعني أنا قبل السوشيال ميديا كنت كده يعني حتى جراني في البيت القديم يعرفوا عني الكلام ده كنت أحب أعملي الحاجة ووزحها لجراني زي منتو شايفين كده نزلت السوق جبت اللفت بكمية غسلته زي ما هو كده بالورق بتاعه الورق بتاعه ده ممكن تقط فيه وتحشيه كمان بيبقى طعم حلوة قوي أنا غسلته ونشفته عادت أشيل بقى من اللفت كده الشعر بتاعه بيبقى في آخر الديل كده في بوسه شايفين البوس ده بالشعر أنا عادت أنظفه وأشيله بعد ما غسلته من التين كان مليان تين السنين تمام؟ وبعد كده بقص الورق بتاعه بسيب العيدان اللي أنا هخلي لها مع اللفت زي ما انتو شايفين شلت العيدان عشان أفصصها وشيل منها لو فيها أي طينة تاني أفرخها كده ونظفها كويس أنا بحب أن نظفه كويس جدا وزي ما انتو شايفين اللفت نظيف بس طبعا لسه هيتغسل يعني أنا غسله ولسه هيتغسل بنظف العروق الأول عشان لو فيها طينة أو فيها واحدة بيزة أو فيها واحدة شيخة فبضطر إن أنا أعملها الأول زي ما انتو شايفين بعد كده بجيب بقى القطعة المشرشرة دي عشان يبقى الشكل بتاع المحلات القطعة دي هتلاقيها بخمستاشر جنيه أو بعشرة جنيه في أي أدوات منزلية أو بخمسة وعشرين جنيه مش هتعدي السعر ده بتلاتين جنيه أقصى حاجة دي أنا جايبها من زمان بصراحة بقطع بها اللفت بالشكل ده زي ما انتو شايفين هقطع اللفت بقى كده واشكله بطريقة المحلات عشان نبقى نفس الطعب عايز أقول لكم اللفت ده من الحاجات اللي بتفكرني بماما الله يرحمها آآ كانت بتحبه وكايب بتحب تعمله وأنا تربيت عليه وطلع بحبه يعني زي ما انتو شايفين كده أنا عاملة كمية عشان الناس اللي أنا بحبهم يكلوا منه سوى بأصحابيه أو حد من قرائدي زي ما قلتلكم أنا لما عرف حد منهم بيحب حاجة أنا بحبها لازم اعمل حسابي من قبل الشغل آآ والتصوير والكلام ده كله ده طبع من وانا ببيت ماما الله يرحمه وبطبويا الله يرحمه زي ما انتو شايفين جبت طبق كبير بعد مقطعة اللفت بخسله تاني أنا بحب بخسله الحاجة قبل وبعد يعني ما ينفعش مرة واحدة هخسله كويس جدا وبعد ما خسله كويس جدا هصفيه وهوريه السر اللي المحلات بتعمله عشان يفضل ما أرمش وما يتهرش منك واستحالة يدوب منك في الملح زي ما انتو شايفين بطلعه كده وبصفيه هحطه في الطبقة تاني بعد ما صفيته من المياه وحط عليه بالزبط اربع معالق ملح ومش هحط ملح تاني الكمية اللي انا حطها دي اربع معالق ملح واسيبه لمدة يوم كامل لتاني يوم هنا عد عليه اربعة وعشرين ساعة في الملح من غير نقطة مية زي ما انتو شايفين هجيب البنجر انا هحط بنجرتين على الكمية دي شايفين دبل ويقدد ازاي طب ايه لازمت ان احنا مبيتوا ليلى في الملح بس المحلات بيبيتوا ليلى كاملة في الملح عشان ينزل السوايل اللي فيه وفي نفس الوقت الليفتي يقدد حتى لما تيجي تخليليه في المية ما يتهرش منك تماما يعني هيبقى زي تحس ان هو خشب شوية كده والانسجة بتاعته افلت اتخشبت فييجي مهما قعد تلاقيه بيقرمش معايك ودي سر ان هو بيقعد في المحلات وقت طويل المية اللي هو نزلها هزود عليهم مية وهبتدي احط في الليفت لازم تحطي مية عشان تخفي الملح اللي في المية ويبقى الملح بتاعه مزبوط لا عادب ولا ملح زياد انا بحبه ملح قليل فبحط اربع معالق على الكمية اللي انتوا شايفينها دي بس طبعا حطيت مية عشان اخفي الملح هحط المية بتاعته كده في البرتمانات واحط باقي المية في البرتمان التاني وهسيبهم لمدة تلات يام تلات يام بالزبط وكلي احلى الليفت طبعا احنا سايبينه يوم في الملح فاخدت كل المرارة اللي فيه وشبه انه هو استوى ربع سوى التلات يام هيسوي فيهم التلات اربع التانيين زي ما انتوا شايفين هسيبهم كده وبعد تلات يام هنفتحه مع بعض بالزبط كده عد عليه التلات يام شايفين بقى اللون ده بتاع ايام زمان بيوت اهلينة زمان الله يرحم امي ويخليلكو امهاتكو لو فيه حد مامته متوفية زي امي ومفتقدها يرحم موتانا اجمعين يا رب ويرحم ابويا وامي يا رب واموات المسلمين اجمعين ده شكله بجد جربوه هتلاقوه بيقرش معاكم الاخر اللحظة شايفين شكله عمل ازاي تلات يام بس وبتاكل احلى لفت بريحة وطعم اهلينة زمان ونفس الارمشة بتاعت المحلات يا رب الفيديو يكون عجبكم اشوفكم على خير